احنا تقريبا خلال يعني اخر كم شهر كده كل يوم بيبقى فيه موال وحكاية للسنوية العامة او عن السنوية العامة لكن النهاردة الحقيقة فيه يعني صور نمازج لنتيجة طلاب نشرتها مدرسة خاصة اسمها مدرسة اجيال المستقبل الثانوية الخاصة لغات في سهاج وكل الطلبة اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده درجاتهم 92 94 93 هو كلهم كده متفوقين يعني ان شاء الله ومشاء الله والحمد لله يعني الواحد الحقيقة مستغرب يعني في الوقت بقى نفسه اللي فيه كتير من الطلبة في المدرسة التانية بيعيات وتعبنين من الدرجات اللي المدرسة دي يعني كل اللي فيها عبقرة بقى وكلهم مش اقل من 92% زي ما احنا شايفين ولا 90% يعني حاجة الحقيقة محيرة جدا يعني 90 91 92 93 94 90 ما فيش حد جايب 80 طب 85 طب 87 طب 89 يعني طب شمعنا مدرسة دي يعني دولا عن مدرس مصر كلها يعني اي مدرسة معروف انه فيها اختلاف في الدرجات في النتائج فيها الشاطر فيها اللي مذاكرش فيها اللي زاكر فيها اللي متفوق وفيها اللي لأ واللي جايب 60 واللي جايب 50 واللي جايب 70 واللي جايب 80 فده ما بين 90 وما بين 94 يعني شيء الحقيقة صادم ومحير ولازم نعرف السبب ممكن احنا غلطانين ممكن مدرسة دي كل اللي فيها عبقرة طب لو في مدرسة كده ليه بقيت المدرس تبقى يعني وقعة وفيها درجات اقل بالطريقة دي ولا دي نتائج مضروبة وعملين دعاية للمدرسة علشان الناس تروح تقدم لولادها عندهم تجمع ناس بقى وتجمع فلوس دي مدرسة العبقرة بقى مفروض يسموها مدرسة العبقرة في نفس الوقت لما جينا نشوف طيب هل النتائج دي حقيقية لقينا ان النتائج اللي نشرتها وزارة التربية والتعليم مختلفة عن النتيجة اللي مطلعها المدرسة ونفس الاسماء ومش كل الطلبة اللي في المدرسة مجموعهم اكبر من 92 يا ترى المفروض ان احنا نصدق مين انا معايا على التليفون الاستاذ محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهورية قالوا مساء الخير اهلا بيك استاذ محمد في 90 دقيقة قالوا طب الخط فصل انا بس عشان اشرح لكم الموضوع بهدوء دي مدرسة خاصة عادية للسنوية على اعلنت ان هي كل الطلبة اللي عندها يعني جابوا 92% 94% 93% زي ما احنا شفنا ومتفوقين واحنا جينا طبعا يعني استغربنا فقلنا والله عال يعني في مدرسة كلها عباقرة يعني ممكن هي مدرسة عباقرة فجينا نقارن عشان نتحقق من الزنون وقارناها مفروض بالنتيجة اللي طالعا من الوزارة لقينا انه فيه اختلاف فما هي حقيقة ده عايزين نعرف هل ده تزوير هل ده حقيقة احنا مش عارفين هل ده تلاعب هل ده حقيقة يعني الواحد الحقيقة محتر وعايز يعرف الحقيقة فين